السلام عليكم ورحمة الله أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى معلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بمسلسل رشاش ينطوي على مضامين تبث التعصب القبلي وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي والإساءة للآخرين بكلام بذيء وخارج على سياق الأداب العامة فقد اصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض عليه استنادا للمادتين الخامس عشر والسبع عشر من نظام الإجراءات الجزائية وسرعة إحالته إلى النيابة العامة وشدد المصدر على أن نشر ما يبث روح الكراهية والبغضاء ويثير التعصب القبلي المقيت عبر وسائل التواصل يعد مساسا بالنظام العام ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات وغرامة تقدر بثلاثة ملايين ريال طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ولفت إلى أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمة وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر